مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدنا نحكي عن الخميس 27 حسيران يونيو اليوم الأمار مرافقنا من برش الحوت المائي لليوم الثاني على التوالي والأجواء بعدها كتير حلوة لموالي الأبراج المائي الحوت السرطان وأيضا موالي برش العقرب وهيدا الجوبة معنا حتى يوم الجمعة 12 ظهر توقيت بيروت الصيفي فكيف بد يكون انهارنا البداية مع برش الحمل يلي بعدها الأجواء عنده شوي نوعا ما منا ماشي بالطريقة اللي يمكن بده إياها أو بالسرعة اللي بده إياها لكن إذا بياخد الأمور على مهلو بكل هدوء وبصابر طويل وبسعة صدر بيمشي الحال وبيقدر يقضي يوم جيد جدا وذلك بمتابعة الأمور بهدوء وبروا عدم التسرع وعدم المجازة خاصة مواليد 1 و 2 نيسان أبريل بالنسبة لبرش الثور اليوم الخميس مفروض يكون شوي أفضل من الجمعة بعد الظهر لذلك يلي عنده بعض الأمور يلي بده يستعجل فيها يخلص شغله قبل عطلة الأسبوع موالي برش الثور اليوم نهار جيد للتحرك لكن بتكون تنتبهوا بتكون تبعدوا شوي عن بعض الإنفعالات حتى ولو حسيتوا في ندفة نوعا ما ضغوط أو تحديات تحديدا عم بركز عند مواليد 3-4 و 5 أيار مايو تكونوا منتبهين بالنسبة لبرش الشاوسة بعرف أنه الأمور شوي فيها شوي التحديات زيادة عن الزوم لكن الجو ليس سلبيا فقط امتحان لألك تذكر أنه هذه السنة وهذه الفترة هي عم بتكافأك يعني هي فترة مكافأات حتى ولو ما حسيتوا ما حصلتوا على المكافأة بيها الوقت لكنها مقبلة لذلك كل فترة كل لحظة كل يوم اشتغلوا من كل قلبكن لأنه المكافأة رح توصلكن كلكم محظوظين بشكل خاص مواليد 28-29-30 أيار مايو من روح لبرش السرطان مثلثات فلكية كتير مهمة عم تساعد مواليد برش السرطان المثلث الفلكي أول شي من الأمر مثلث فلكي تاني من سحل ومن نبتون ثلاثة مائيين هالمثلثات لذلك بتجعل هذه الأمور مواليد برش السرطان من الأبراج القوية من الأبراج المهمة بتحقق أمورها بسهولة ومش بس هيك بتظل رايقة شو ما صار الأجواء ممتازة كلكن محظوظين اليوم الحظ عن جميع مواليد برش السرطان بشكل خاص مواليد 2-3-4-5 تموز يوليو منكمل مع برش الأسد مواليد برش الأسد الجو بعرف أنه زي عايشكن شوي يمكن من مطلع الأسبوع ما نكون مرتاحين هناك تحول شوي إيجابي رح بيصير بهذه الفترة تحديدا الجمعة بعض الظهور وبعطلت الأسبوع لكن هلأ لوقتها تحضيرات كون شغلكون لازم يكون مرتب بعرف الضغوط موجودة ما نكون كتير مرتاحين بهالتأثيرات المالية المائية برش كون النقري بحاجة إلى جو مختلف فحاولوا أنه ما تنطفوا ما تخلوا حميستكن تنطفئ وانتبهوا لأعمالكن خلوا عينكن مفتحين تحديدا مواليد 23-24 تموز يوليو برش العذراء اليوم نهار بعتبروا بعده متقلب بعد الظروف المتحدية لألكن يمكن ما في شيء يمكن فيه لقاء معين عنكن اجتماع معين يمكنتم مع ناس تعرفون أو بالشغل أو يمكن حتى ناس أصحابكن أهلكن بعض الأمور بتتحديكن لكن مواليد بش العذراء بهدوء برصانتهم بيقدروا يستوعبوا كل شيء عم بيصير طولوا بالكن الجو سوف يتحسن ابتداء من الجمعة بعد الظهر الأكثر حظنا 18-19 وبعده 20 سبتمبر منروح لبرج الميزان مواليد برج الميزان حاولوا تنهو أعمالكن بين اليوم الخميس والجمعة منتصف النهار لحتى تكونوا مرتاحين وكل شيء مزبطين أوضاعكن والأجواء بتمشي على زوءكن صحيح هالتأثيرات المائية شوي بتضيعكن بتخربت حساباتكن بتخليكن تحتاروا نتفي لكن الجو منوا بها الصعوبة لكن في ضغط متطلبات بالشغل بالعمل بالصحة الناس بتطوش لكم راسكن بتكونوا تطولوا بالكن ليه؟ لأن الجمعة بعد الظهر السبت والأحد الأجواء متقلبة أيضا فكونوا منتبهين ومشتغلوا على هذا الأساس العقرب ملك وملكي هذه الموليد لأن مثلثات فلكية عم تدعم موليد برش العقرب بشكل هائل حكي عن هالمواضيع حكي عن المثلثات الفلكية من الحود ومن السرطان لذلك أنتوا بأحلى حالاتكن تمتعوا بهذه الأجواء الممتازة حاولوا تحققوا انتصارات بأشغالكن المهمة الصعبة الأمور اللي ما عم تقدروا فعلا يعني لو بتقوم الدنيا وبتقعد مشاك ما كانت عم تزبط جربوا كرروا المحاولة يوم ممتاز يوم الخميس كلكن محظوظين وبعدها موليد أكتوبر بشكل خاص محظوظة برش القوس الأجواء المائية يمكن مزعجية لكن نوعيتها هي اللي حتى تشتغلوا بأمور شوي بدها ندفت بال طويل وأمور منا معقادة الأمور المعقادة فيكن تتركوها للجمعة بعد الظهور أو حتى السبت والأحد فنوعية الوقت الخميس هي اللي حتى نوعا ما تهتموا يكون نوعية الوقت مع شغلكم مع زملائكم مع بيتكم مع ولادكم مع عيالكم تكون شوي لطيفة ليل حتى تلطفوا الأجواء عليكم انتو انتو بتستفيدوا بتلطفوا الجو من حولكن بدون استفزاز حدا خاصة أولادكم يلي بيكون بدون شي وانتو كلمة مثلا يعني لطفوا الأجواء بتتلطف عنكم الأجواء بطريقة تلقائية جربوا وشوفوا بالنسبة لبرشة الجدي صحيح في عجقة عنكن لكن عجقة كتير حلوة ونصيحة أنا خبرتكن من الأبراج الأسبوعية لازم كونوا سمعتوا برشكن الأسبوعي الأجواء عنكن اليوم وان كانت معجوقة بتضل أريح وبالكن بيضلوا مرتاح أكتر من عطلة الأسبوع سمعوا برشكن الأسبوعي لذلك موالي برشة الجدي معلاش رتبوا شغلكم حتى ولو طريطوا تنظموا شغلكم بشكل انه تفيقوا أبكرت بلشوا تخففوا شوي تأثروا من البريك اللي عنكن إياها معلاش الأمور بيمشي حالة اليوم بالرغم من العجقات بالنسبة لبرشة الدلو بعد الأمور ماشي بطريقة جيدة لا يوجد علمات استفهام على موالي برشة الدلو فقط طريقة التعاون التعاطي مع الآخرين وحل حالة الأمور ورؤية الأمور من أي منظار عم بتشوفوا موالي برشة الدلو كل ما كنتوا عم تتعاملوا مع الأمور بمرونة ومطاطية كبيرة بيمشي حالكم ويضلكم ارتاحين وماشي حالكم شكل ممتس وبتطلعوا عم تربحوا شوي أكتر من السابق الأكثر حظا فيها تكون 27 28 29 كانون التاني يناير بالنسبة لبرشة الحوت يوم رائع عم بحكي من الناحية الفلكية أجواء رائعة بتسمح لي موالي برشة الحوت كلكم حتى التعبنين يعني حتى 19 و20 أدار مارس بتسمح لكم نكون ترتيحوا اليوم وتكونوا أقوى اليوم وتكونوا من الأقوية ونوعا ما الناس تتفاجأ بإديش أنتوا أقوية وإديش شخصيتكن اليوم صامدة وثابتة وقوية فموالي برشة الحوت اليوم نهار كتير مهم ضوء أخضر معكم لإلكم لأنه يبدو وكأنه الجو الفلكي فعلا حابب يخصص لكم فترة يوم انتصار بختم مع مولود 27 حزيران يونيو بانتظاركم سنة ممتازة سنة رائعة سنة بتتحقق فيها الكثير من المشاريع اللي عم بتفكروا فيها خاصة لإلعلاقة بسفر أو تعاون مع جهات مختلفة يمكن أمور دراسية جامعات أو يمكن حتى تعاون مع شركات جديدة هناك تعليم أو هناك دراسة كمانة مختلفة فيكن تتوقعوا أنه النصف الثاني من سنة الـ 25 رح تحملكم مفاجآت سارة فأنا عم بخبركم من هلأ لحتى تعملوا حساباتكم من هلأ لوقتها معكم سنة لترتبوا مشاريعكم على هالأساس بدأتمنى الجميع يوم سعيد إلى اللقاء باي باي